السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا وحياك الله مقطع جديد لهذا السبوع وراح يكون عن XRD راح نتكلم عن XRD بشكل عام فراح يكون فيديو جدا طويل ومفصل راح تلقى فيه كل المعلومات الأساسية والتقنية عن XRD راح أبدالك من بداية القصة من X-ray وكيف تحويلت الفكرة وكيف بدأوا يكتشفوا الباب المركبات والكلستالات القديمة ثم راح ننتقل العلماء الذين يشاركوا في هذا الموضوع ونشرح الأساسيات الموجودة في الأقصار وكما راح نقلك راح تشوف الضهاز راح تعرف كيف يتم X-ray هي الأشعة في X-ray ولما توصل العينة إيش اللي يصير في العينة أنواع الدفرقشن اللي يصير في العينة بعدين نتكلم عن العينة أصلا وهي الأساس إيش معناته إن هي كريستال إيش معناته إن عندك بلاتس ويمتسل وعندك الأشياء هذه فلا تخاف راح يكون كورس صغير عن X-ray استمتع وكوب شاهية وقهوة وكافي لأن المقطع راح يكون سيدا طويل واستخدمنا في برامز أول مرة أستخدمها وتتوصل منها إلى برامز أي برامز المقطع هذا شاركنا التصويت في تويتر والناس صوتوا على مقطع كيميا والX-ray طلب مني في السناب هذه فائدة أن تكون معنا في تويتر أو في السناب يعني تعطينا رأيك وتقترح على الأشياء جديدة فحياك الله يعني إذا حدت ضيفنا خلونا نبدأ لأن المقطع راح يكون طويل اليوم وإن شاء الله راح تستمتعوا وتستفيدوا وإذا استفدتوا أتمنى أن يكون تفيدوا الناس وتنشوه يلا خلا نبدأ السلامة مثل ما رضلنا اليوم راح نتكلم عن X-ray diffraction XRD هذه طبعا XRD أصبح في وقتنا الحالي شيء مهم جدا واستخداماته كثيرة ليس فقط متوقف على الناس اللي شغالين في الكيميا الناس اللي شغالين في الكيميا في الفيزيا في البيولوجي في الانجينيرينج كل الناس هذه أصبحت معتمدة على أن هي تعرف وهذا مهم جدا مثال على كده إحنا مثلا في الكتاليس يهمني أعرف هل أن النانو بارتكالس عبارة عن ميتال بيور ميتال ولا أن هي أكسايد ميتالس هذا شيء مهم جدا لأن إنت عندك كبر ميتالكامع في السيرفس الآن هل أنا عندي نيكل وأكسجين؟ هل الأكتف سايتس هي الأكسجين؟ هل تأثير الإلكترو إفكت الذي موجود في السيرفس؟ هل هو علشان موجود عندي أكسجين ولا عندي نيكل؟ أو علشان هما الانتين بزين بعض علشان الأكسجين والنيكل بزين بعض فأعطاني هذا التأثير فهو مهم جدا أننا نفهم الستراكشر حق المتيريال وبفضل الله ثم وفضل اكتشاف الأكسجين قدرنا نوصل لهذا الشيء والآن لما نروح للهيستري للأشياء القديمة كيف بدأت الفكرة راح تعرف أن الموضوع هذا مازي في يوم الليلة جاء من السنوات وتجربة وبعدها تجربة وناس شغالوا لي نطوروا الموضوع ووصلنا للإكسار الذي نحن موجودين معه تقريبا في المئة السنة الأخيرة ما تطور الإكسار دي بشكل مخيف التطورات كلها تقنية يعني بدل ما كان يأخذ عينا أصبح يأخذ أكثر من عينات السوفتوير تطور الشغلات هذه تطورت يعني الأشياء تقنية يعني حاجة بسيطة يعني ولكن الأساسيات الفنديمونتال حق الإكسار دي ما تغيرت هي نفسها نفسها وتقريبا من مئة السنة يعني ما تغيرت وهذا يدل لك عليش ما يدل للإكسار دي قديم والمفضل نحن نبحث عن شي ثاني لا إنه هو الفكرة الأساسية اللي في إيه موجودة منه فكرة عظيمة زيب جدا وبالتالي إن أنت من الصعب إنه أنت تخلق فكرة غيرها في السنوات يعني بصلنا مئة السنة ما رح تنقدر لأن الموضوع هذا الإكسري دي فركشن مو بس هتا على الإكسار دي الموضوع هذا لو إنه إن شاء الله راح نشرح بعدين الإلكتروميكروسكوبي الإلكتروميكروسكوبي جزء منه قائم على الإكسار دي أفكاره مترابطة مع الإكسار دي درجة إنه هو أصلا إلكتروميكروسكوبي في الإكسري دي فركشن وفي الإكسري ديتكتور موجود فيه ونقدر إن شاء الله إحنا راح نشرح التيم وبعدين راح نشرح السيم فراح نمر على المواضيع هذي فهذه بس مقدمة بسيطة أو أقول لك ليش الموضوع الإكسار دي يعني هو كان الموضوع الأول في القناة من الكيميا يعني لأنه هو جدا مهم وأنا بالنسبة لي صحيح أني أنا في شغلي ما أستخدمه كثير من أستخدم الإلكتروميكروسكوبي لأنه أنا شغال في النانو برتيكولس ولكن أنه هو جدا مهم على مستوى القسم على مستوى هتا القروب اللي أنا شغال فيه على مستوى مجموعة الشراء وزي ما قلنا يعني أكثر مواحد طلب يعني نفهم الإكسار دي فقد فرصة جميلة أن نحن نبدأ في القناة بداية قوية في الكيميا ولعلها إن شاء الله أنها تكون سبب أن الأشياء الجاية تكون أفضل وأفضل فخلونا هذا برنامج يديد فخلونا نشوف اليوم كيف يكون البرنامج معنا المقاديو خلونا نروح لشوية عن اليوم شيء اللي راح نتكلم فيه راح نتكلم شوية توستري نتكلم فيه والأهم شي في النسبة لنا نفهم يعني أبواك تطلع من الموضوع هذا فهم الماضي شوية الماضي عن اليوم وتفهم إيش هو البرنامج لأن البرنامج هو الأساس للإكسار دي يعني بدون ما نفهم البركسلو ما نفهم نحصان XRD نهائيا بدون ما نفهم البركسلو مستحيل نفهم الدياتة اللي تزينا من XRD فأنت لازم تفهم البركسلو لما قل لازم شوية تعرف الهيستوري لازم تعرف أصلا البركسلو من هو البركسلو من هو براكس هذا فهذه العشيات تضيف لك إذا أنت راح تمر على الXRD أو تشتغل على الXRD لازم تفهم هذه العشيات لما قل لك أنا طلعت معي الدياتة هذي وأنا سويت كذا وكذا وعرفت أن أنا عندي مثلا الكبر 1-1-1 تمام؟ أوكي كويس طيب قل لي ماذي يعني إيش 1-1-1 إيش اللي كبر كيف عرفت أنه كبر فرح أرجع أقول لك البركسلو ولما أرجع أقول لك البركسلو رح أقول لك أنا أشياء في الهيستوري فلما نتكلم أنا ما راح نطول يعني رح أقول لك أرميل لك بس كذا روس أقلام وأنت من هنا رح أبني عليها وبحث ودور طيب هنا بعد هذه راح نتكلم على الXRD مشير مهم جدا أن أنت تتخيل معي إذا أنت ما قد يشتغلت على الXRD أن أنت تتخيل معي الصور اللي أنا أحطها لك تتخيل أنت فعلا واقف قدام الجهاز واقف قدام الجهاز من خلال الصورة هذه ضروري جدا تعرف أن الXRD يجعي من وين ورايح وين وين البوزيشن حق السامبل حقك الXRD هو هل هو ثابت أو يتحرك السورس الأشياء هذه الأساسية لازم أنت تكون عارفها حتى لو ما اشتغلت على الXRD ديما أن أنت وصلك الفيديو هذا وراح تشوف الصور وراح تسمع الكلام هذا مهم جدا ويضيف لك في حال أن أنت بعدين رح تشتغل على الXRD رح يسألك أي واحد يقول لك أنت اشتغلت مثلا أو لا فلما تقول له لا رح يفترض أن أنت صفر ميح فأنت رح تسرع الموضوع على نفسك في الفهم تسرع الموضوع أنه يدربك ويشغلك على الموضوع هذا لأن أنت فاهم وعارف فضروري جدا أن نحن نعرف الXRD ماشين كيف هو طبعا مستحيل نفهم أي شيء عن الXRD بدون ما نعرف إيش هي الStatus of Matter يعني أن الStatus of Matter عندك أشياء عندك Solid عندك Liquid إحنا رح نتكلم عن Solid طيب ليش Solid ليش XRD من زي الGC ولا اليوفي تجيب له عينا Liquid كذا ويجيسها لك إيش الفرق فضروري أن أنت تفهمها والSolid لما نقول Solid عندك سولد كثير عندك الCrystal عندك الامرفس عندك الBully Crystal Line كيف تطلع هذه الأشياء وإيش الفرق بين بين الCrystal والBully Crystal طيب إذا عندي أمرفس كيف الامرفس يطلع معي وليش ما يشتغل معي في الXRD ليش ما يطلع معي برود وما يطلع معي شاط فالأشياء هذه إن شاء الله بعدما نخلص الشرح المقطع هذا كامل بإذن الله أن أنت تأخذ فكرة عائمة وكافية وشافية عن الموضوع هذا وإعدك إن شاء الله أن أنت لما ينتهي المقطع هذا راح تحس فعلا كأن أنت إنسان قريت واشتغلت على الXRD بنفسك فدما نطول خلونا نبدأ في الXRD في الهيستوري الهيستوري خلونا نرجع لعام 1803 في 1803 في شخص اسمه ثومس يونغ وهذا الإنسان كان محارب لأن كان عنده فكرة أن الضوء لويفس مثل الساونت وكان كلامه مثل كلام أينشتاين فالناس كلها كانت محاربته لأنه عارفين زي أن يكون عندك إنسان مثلا مبدع وإنت زيالس تتبع خطواته فالناس زيالسين يضحقوا عليك يقولوا لك إيش طيب أوكي أنت ما تبزي ديدي يعني هو أنت زيالس بس تحاول تشوف أنيشتاين يقوله وتقول زيه بطريقة ثانية مو معقولة يعني أي شي يقوله أنيشتاين إحنا نصدقه بس ترمو أي واحد ثاني يقول أي حاجة ونصدقها فزيالس من 1801 إلى 1801 طبعا هذا 1801 وكان طالب بكالوريوس فحطه فالك أنه كان زيالس صغير وكان في البكالوريوس ولكن شوف كيف أفكاره كانت زيالس عالية وهذه قصته قريبة من القصة التي سولفنا فيها في السناب في سوالس سناب اللي هو وودلاند اللي مكتشف باركوتز يعني كلام هذا لي ولك والطلاب البكالوريوس بشكل عام يعني بشكل خاص طلاب بكالوريوس لا تقول أنا فاقي في البكالوريوس أنا بس أزياب أسألة الدكتور أحل الواجبات أختبر و أمشي أنت عندك السورس اللي هي دكتورك الكتب الأشياء اللي أنت تأخذها إشاء نتعلمها حال توثك في نفسك رح يطلع معاك إن شاء الله شيء ضيب خلونا نقول إيش صار بعدين معاه بعد ما حاول يقنعهم إنه هو سوى تجربة وعرفت التجربة هذي بيونغز اكسبريمنت وزيها الضوء من سلاتس تو سلاتس زي فتحتين تداخلت مع بعض هذي الموجتين وكونت دفراكشن على على اللوح أو ورقة هو كان مستخدمها فزي ما قلنا يونغز في التجربة حقه أثبت فعلا إن الضوء عبارة عن ويفس مثل الساوند هذا الكلام كان في 1803 بعدها بتسعين سنة وقتا من تسعين سنة ويليام رينتغون اكتشف الإكسري وحصل عليها على جائزة نوبل في 1901 فأنت شايف الموضوع كيف الفكرة كانت في 1803 والاكتشاف للإكسري 1865 طبعا هنا فبعد ما ينغز أثبت بالتجربة حقه إن الضوء يقدر يعمل لنا ويف قال خلاص إن نحن بالتجربة هذه أثبتنا أنه عندنا ويف للضوء مثل ما أن الساوند يعمل ويف وإن الموجات الضوء لما تدخل مع بعض يصير لها دفركشن وأثبت هذه في نظرية وبعدها أخذوها الناس وأثبتوا منها شيئا كثيرة بعدها تقريبا تسعين سنة في عالم اسمه ويليام برينتغون هذا العالم اكتشف X-ray طبعا بدون ما أدخلك في التفاصيل كثيرة X-ray X هي من الشيء اللي مثلا نحن نقول سيم من الناس هم نفس الشيء أول ما بدي الموضوع هو عارفين إش نوع الواف هذي طبعا ويف فمو عارفين إش نوع فسموها X لين يكتشفوا الاسم مش ري فمشت معهم وثبت على X-ray 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 لها قصة ولها ولها مبادئ كثيرة ولكن أنا بس اختصرت الموضوع أنه أنت أواق تعرف أنه في 1895 رينتغون هو اللي اكتشف وحصل على زيائزة نوبل 1901 بعدها بعشر سنوات في عالم اسمه تقريبا لا يا زي كذا اسمه أخذ X-ray وأخذ فكرة أنه هي ضوء لو ويفلند ويصير لو ديفراكشن فقال خليني أشوف X-ray هل فعلا يصير لو ديفراكشن أو لا فالفكرة فالفكرة زي ما أنت شايف كذا أنه قال خليني أشوف هل مثلا الآن لو أمرر هو يونجس يمرر الضوء من فتحات كون ديفراكشن هذول هذول الاثنين بعد يبسنة يعني أخذوا كلام اللي نشروا في ورقة العلمية هذه أخذوها وطبقوها على كريستال طبقوها على الكبر سالفايت وعلى السلفريت وصار فعلا ديفراكشن للإكسري على حطوا فيلم ووجهوا عليها شععة الكريستال هذي وشافوا وش اللي يصير في الفيلم فاكتشفوا أن الفيلم صار عليه نقط كذا الذي هو ديفراكشن حق الإكسري فعرفوا أنه فعلا أنه نحن نقدر نعرف مكان الذرات الموجودة في هذه الكريستال عن طريق الإكسري وبالتالي أن الويف حق الإكسري مشابه للدستانس اللي موجودة بين الطبقات الكريستال اللي هي الكبر سلفايت ولا السلفوريت وبعدها يعني تتابع الموضوع هو بس واحد يطلع فكرة ينشرها ياخذها الثاني ويكمل عليها هنا في نفس الوقت براغ وليام براغ اللي هو الأب ولورانس براغ اللي هو ولده كان لورانس كان في الزيام ما كان عندي أبوه فراح لأبوه في السمر وبعدين لقي أبوه تو فريدريك ناشر ورقة يقول فيها الكلام هذا فإيش نفس نفس خذوا زينك سالفايت اللي هي سلف ريت هذه الكريستال واشتغلوا عليها وأثبتوا أول مرة طلع اللي هو البراغ ليش لأنه ما أثبتوا أنه في ديفراكشن عطونا القانون اللي راح نشتغل عليه XRD وشغال عليه XRD من 1913 إلى يوم هذا فهذه السلسلة التاريخية للXRD حبيت أقولها لك عشان نعرف أن الجهاز اللي أنت توقف عليه جهاز موسهل جهاز العلماء اللي اشتغلوا عليه حاصلين على ثلاث نوبل وناس كثيرة شغالين عليها حاليا حصلوا على نوبل في اكتشاف الأنزيم واكتشاف لأشياء ثانية ولكن في الأساسيات في الحق XRD ثلاثة من اللي يشتغلوا على XRD حصلوا على النوبل فمو أي زهاز يكون هذا الشيء فهذا الفكرة البسيطة هنا وخلونا بعد ما خلصنا هنا خلونا ننتقل إلى X-ray Spectrum طيب في X-ray Spectrum نحن نتكلم عن X-ray وهو الأساس في XRD هو الأشياء المهم هو الاكتشاف العظيم اللي يعطينا X-RD X-ray زي ما انت شايف هنا أول شيء عبارة عن موجة X-ray الموجة هذه لها ويف لنث ولها طاقة وكتعرف أهم شيء اللي أنا بغاك تركز عليه إن الطول الموجة من 0.01 نانوميتر إلى 10 نانوميتر طيب ليش هذا الشيء مهم هذا الشيء جدا مهم لأن في هذا الرنج هو الرنج اللي بين طبقات الكريستالز هذا إذا إذا أحد سألك ليش إحنا نستخدم X-ray ما نستخدم مثلا Ultra Filet UV ولا نستخدم Fizzble ولا AR ولا Microwave ولا الراديو ليش إحنا نستخدم بالذات X-ray لأن طول الموجة له من 0.01 نانوميتر إلى 10 نانوميتر وفي هذا الرنج فعلا الرنج هذا موجود في distance بين الطبقات التي نسميها D-spacing في الكريستالز و سترى معنا بعدين سترى الكريستالز و سترى أن هناك طبقات بينها ما يسمى D-spacing المسافة بين الطبق اللي فوق وال الطبق اللي تحت طبق اللي فوق الطبق اللي تحت X-ray هو الوحيد الموجة الوحيدة اللي طول الموجة قادر فعلا أنه يوصل لهذا D-spacing و يقول لك المسافة اللي بين فهذا أهم شيء من صورة هذي كاملة وغاك بس تركز أنه نحن شغل X-ray وهذا طول الموجة اللي عند X-ray وهذا طول الموجة هو طول الموجة اللي موجود بين طبق الكريستالز طبعا يختلف من عنصر إلى عنصر ثاني من مركب إلى مركب لما يكون كبر غير لما يكون كبر أقصايد لما يكون كبر سالفايد لما يكون شيء ثاني تمام في يختلف هذا الشيء عشان كذا الرنج مو ثابت في الكريستالز في كبير وفي D-spacing يكون مرة كبير ومرة صغير ولكن سبحان الله اللي هو ممكن هذا تمام خلونا حين ننتقل XRD ماشي هذا الشيء المهم وقت تخيل أن تواقف قدام هذا المشيء حاولت أرسمه بشكل كويس فأتمنى أني وصلت الفكرة أول مرة استخدم برامز الأدوبي فالشغالي على الأدوبي سامحون إذا شاف الأخبط XRD ماشيء وإنت واقف كدامه راح تكون المكان هذا هنا Samples Holder هنا تضع Samples أنا بالنسبة لي Samples Holder عبارة عن شكل غيري أضع عليه Nano Particles اللي أنا شغال عليها لكي نرسم هكذا الخط هذا عبارة عن موجة X-ray اللي جاية اللي نسميها Incident Beam فهنا هذا X-ray Source فمن هنا من X-ray زي من الاسم يقول أنه Source يعني هنا يتم إطلاق أشعة X-ray من هنا فجزء هذا من X-ray Defraction مهم جدا مهم جدا أنت تعرف إيش هو X-ray هنا كيف يتم منتاز X-ray دين يوصل للSample فهذا راح نتكلم عنه Sample هنا عبارة عن المادة اللي أنت حط فهل هي Crystal ولا مو Crystal طيب إذا كان Crystal ما يفرق مادة عن مادة ثانية طيب إذا هي Crystal أنا ما يتوقع من X-RD أنه راح يعطي لي فهذا موضوع لما نضي هنا للDetector إيش اللي راح طبعا إحنا شايفين في X-ray هذا اللي هو الموجة هذه نازلة هنا طيب Defraction اللي هو اسم ذهاز X-ray Defraction هذا هو أنه يصير انعكاس للموجة X-ray من السامبل فالسامبل هنا راح يعكس لك X-ray وديها مرة ثانية الDetector ولكن راح نفهم بعدين أنه مو عكس مو أنه ياخذ من هنا ويرمي هناك طريقة علمية واصلا X-ray اللي طالعة مو X-ray نفس اللي جاية هو صح أنها نفس بنفس الطاقة اللي طالعة اللي جت طلعت ما زاد ولا نقص ولكن هي X-ray هذه صادرة من السامبل حقتك مو صادرة من X-ray Source لازم تعرفها أنه ما صار diffraction يعني زي ما ترمي شيء في DDR ويرزع لا مو كذا أنه عندك X-ray جاي هنا مو جت للسامبل سامبل حقك صار له شيء بعدين امت X-ray مرة ثانية تمام وراحت للديتكتور ومن الديتكتور هنا يطلع لك البيك اللي انتا تشوف في الدياتا عندك هذا المهم اللي انت تعرف انه عندك ثلاث اشياء واحد اثنين ثلاثة الاول هو X-ray Source ومن هنا يطلع X-ray تمام سامبل حقك هي اللي يصدمها X-ray وبعدين هي تطلق X-ray مرة ثانية تروح ليش للديتكتور والديتكتور هنا حق حق X-ray ويطلع لك اللي هو الغرافي حق X-ray تمام فخلصنا نزيزة هذا خلونا نروح اللي هو اللي هو هذا الجهة هذه تمام الجهة الأولى هذه خلونا نروح أول شي هنا موجود داخل X-ray Source مو كل X-ray Source هو جزء منه يسمو X-ray T-U فهنا أبواك تعرف كيف تصدر أشعة X فلو نبدأ بالشكل اللي هو قدامك هنا إيش اللي موجود عندك ويكون سالب وعندك يكون موجب تمام ما رح أدخلك في كل صغيرة وكبيرة موجودة هنا ولكن أنا حطت هذه الأسمع عشان أنا أحتاجها بعدين لما أشرح لك T-M وال-C-M كلهم على نفس المبدأ فإذا كان عندك T-M وال-C-M اسمع معي عندك الكاثود سالب ومن هنا هو power supply يجري power supply يعني يشبك في generator ويكون مو أي generator يكون generator قادر يعطيك high voltage high voltage لما نتكلم مثلا زي T-M 200000 لما نتكلم عن S-E-M 60000 فأنت تحتاج لزي generator يعطيك high voltage فرح يمر high voltage من هنا يمر لحي هنا نسميها filaments filaments هذه تختلف من X-ray tube إلى X-ray tube ثاني اللي أنا شغال عليه الفيلمنت اللي موجود هنا عبارة عن tank system wire tank system أو كده سلك من tank system سلك من tank system راح يمر من خلاله التيار الكهربائي هذا راح يرفع حرارته وبالتالي راح يصل له إيش إنه هو يطرد الالكترونات حقه تمام سبب إنه يطرد الالكترونات إنه هو التيار الكهربائي العالي اللي هنا فالتنقست راح يطرد الالكترونات حقه ففي حاجة هنا اسمها الفوكسين كاب الفوكسين كاب هذه عبارة عن شحنات موزبة في الكاب هذا بحيث إنه الالكترونات سالبة فحيث إنه أول ما تطلع الالكترونات من tank system wire يساعدها إنه تطلع من ال wire نفسه وتطلع برا الكاب نفسه تمام فهو عبارة عن زي قزازة كيدة بهذا الشكل وفيها فتحة بسيطة يقدر يطلع منها الالكترونات وهو زيالس يحشر الالكترونات لأنه هو موزم فزيالس يسحبهم ويوزههم إنه هما ينطلقوا من الفوكس وظيفته واحد إنه يساعد في سحب الالكترونات من الواير اثنين إنه الالكترونات راح تطلع بشكل عشوائي في كل مكان فهو راح يساعدهم إنه هما يطلعوا في شكل موزه بالتجاه محدد تمام فهذا جزء فهمنا الكاثو الأنود عبارة عن موزه والالكترونات سالب فما يحتاج أنت تتخيل ما يصير السالب راح ينطلق على الموجه فهنا هذي اسمها اللي هو التارget التارget هذا يتغير يعني التارget في الـ XRD اللي انت شغال عليه أو راح تشتغل عليه إن شاء الله يقدر يغير التارget أنا كاتب لك هنا الكبر تارget ولكن مو شرط أن يكون الكبر تارget الكبر هو طبعا الجنرال موجود في كل شي وهو شغال عليه أكثر الناس ولكن يمكن يجي طالب عنده شغل ثاني يقول لك أنا مو أقبر الكبر تارget يعني هو أكثر شغال عليه نعم ولكن يمكن أنت حالة خاصة عندك مثلا عينة خاصة ولكن اللي نبغاه يصل لك أن هذا مو كل الدين يشغال تقدر تغير الكبر تمام خلينا نقول الأكترونات ستطلع من هنا ستضرب في الكبر تارget أكترونات وضربت في الكبر تمام الكبر عبارة عن ذرة حولها الأكترونات الأكترونات الديدية ستضرب الإلكترونات الموجودة في الكبر ستضلع أكترونات جديدة بسبب هذا الشي الاقترونات اللي فقدناها من الكبر من هنا اللي فقدناها من الكبر من هنا الاقترونات اللي قريبة منها في الضرة نفسها اللي ما طارت يعني ما طارت لما ضربت الاقترونات راح تنزل تقفل الفراغات اللي موجودة نزولها هذا راح يتسبب انه تطلع عشعة اكس راي تمام تطلع عشعة اكس فمن هنا نفهم كيف طلعت أشعة X مواضح توقع شرحها لك بطريقة ثانية أوضح وأسهل ولا يهمك لا أنا أشرحها لك تعال هنا خلينا نشوف هذه اللي تقولنا إيش التارغت يمكنه كبر ويمكنه مو كبر ما علينا اللي هو عبارة عن ذرة حواليها أكترون طيب جانا إلكترون وضرب إلكترون هذا اللي موجود هنا إيش اللي صار فصار إلكترون هذا سافر ودع راح ترك مكانه فاضي هنا شايفين إلكترون فاضي ما في أحد هنا قاموا خيان اللي موجودين هنا في المديرات اللي أعلى قالوا لا الفراغ ولا العار فنزلوا وغطوا إيش المكان الفاضي اللي موجود هنا هذا نزل من اللف العالي فلوم طول موجي مختلف الإكسري راح تطلع من هنا ولكن راح تطلع بطول موجي مختلف عن هذا السبب لأنه أنت شايف فهذا جاي من مدير وهذا جاي من مدير ثاني فالأطوال الموجية ما راح تكون متسالية راح تكون مختلفة طيب الآن أنا عندي مثلا كبر هل كلهم يطلع بطول موجي واحد؟ لا يطلع بهذا مثلا بشكل وهذا بشكل طول موجي وهذا طول موجي ستغطفها بشكل علمي ووريكيها بشكل علمي تعال هنا الذرة حواليها مديرات المديرات هذه تسمى كي ال ام ان تمام؟ الكي اثنين ثمانية ثمانطاعش اي اوكي انا عارف ازعتك وان وان كيميا ما عليه خلقك ما داخل الكي داخل الكي والل والم حاجة يسموها فابريشن ليفل اللي هي الليفلات موجودة في الكي نفسه يعني الكي مو واحد والل مو واحد زي كي با فكست فموجودين خلينا نشوف هنا تعال هنا نشوف هذا الجراوند ستيت تمام؟ ففي اصلا الليفل بس خلينا نقول عشان سهلها انه الليفل واحد تعال هنا لل اللي يطلع العمى السلامة عندك اكثر مواحد عندك التو اس تو بي والتو بي ثري باي تو بعدين نتعال هنا على المديار الثالث عندك ثري اس وثري بي وثري دي صح؟ اكيد ان انت استرجعت الحين للمواضيع فالكبر احنا لان راح نتكلم على الكبر الكبر لقوا العلماء انه تطلع منه اكس ري بثلاثة اطوال موجية واحد سموه الكي الفا ون وهو جاي من هنا من المديار بي اللي هو الثلاثة على اثنين تمام؟ ولقيوا كي الفا تو قريب منه لانه كلهم جايين من المديار بي كل مديار بي في لفل اين تول لفل اثنين فقريب منه ولكنه اقل فسموه كي الفا تو كمان عندك الكي بيتا الكي بيتا جاي من وين من المديار الثالث البي فهذي اكيد انت مرت عليك لما تقرأ ان شغل منشور ويقول لك السورس كان كي الفا ون تمام؟ فهذي اهم شيء اهم شيء تفهموا في الموضوع هذا ان عندك الكبر تارجت والكبر هذا لما يضرب فيه الالكترونات رح يطير الالكترونات الكبر وبعدين الاكترونات اللي في المديار الخارجي اللي ما طارت رح تنزل تقفل مكان الاكترونات اللي راحت نزولها هذا نزولها من هنا شوف نزولها رح يكون متفاوت على حسب اللفل اللي هي موجودة فيه فالكبر عنده ثلاث لفل موجودة كي الفا وان كي الفا تو والكي بيتا اللي هو رح تطلع منهم ثلاث اطوال موجه فقط اللي احنا نتكلم عن الاكسري طيب بعد كده خلينا اه احنا نحن شرحنا في الباقي في الاكسري سورس تمام فا الاكسري سورس شرحنا اللي هو الاكسري تيوب وتكلمنا انه هو كيف تطلع الاكترونات وتضرب التارجت ويطلع من هناك اكسري سورس شرحناها ما يحتاجون تطول طيب بشي يصير بعد كده هذا هو هنا التيوب هنا في هذا المكان طيب الجهة هذه ايش فيها؟ الجهة هذه طويلة العمر والسلامة الإلكترونات الإكسري الإكسري لما تطلع تطلع بهذا الشكل تطلع من لخبطة ما تطلع في التجاه واحد وكلهم من تضمين وراء بعض وصافين طابور لا تطلع بهذا الشكل تطلع من لخبطة فوق تحت مين يصار في حاجة اسمها فهذه وظيفتها هي طبعا لها زي ما شايفين حاول ترسمها لكم كده عشان تشوفوا ان هي الفتحة هذه واحد اثنين ثلاثة لها أكثر من مقاس لما تشوفهم عندهم لستة كده بأكثر من واحد وهم يجروا الوظيفتها انه هو يمرر الويف لنث اللي قريب من اللي انت تارجت اللي انت تضع تمام لان انت وانت الحين لما تطلع ما احنا قلنا يطلع الالفا والكي الفا وانو وكي الفا تو والكي والكي بيتا فيمكن يطلع معاها اشياء ثانية فهذه وظيفتها انه يحاول انه يحد ان اللي يعدي من هنا فقط الكي الفا والكي بيتا تمام ويمروا بشكل منظم يعني ما ابغى الاشياء اللي طايرة هنا فوق والاشياء اللي طايرة هنا تحت يعني زي اي كذا زي اي هنا كذا لا ابغاهم يطلعوا الناس اللي ماشين بالضبط ماشين بخط مستوي يقدروا يدخلوا من الفتحة هادي طيب بعد الفتحة هادي يكفي لا ما يكفي في حاجة اسمها هادي 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 مبنية من من فوظيفتها عارف لها مسافة كده موحدة بينهم طبعا انا رأسهم اربع ولكن هما لو تشوف الصورة يمكن يصلوا عددهم مية او ميتين ويعني انت بعينك ما تقدر تشوف الفراغ اللي موجود بين واحدة والثانية فوظيفتهم انه هو الاشياء اللي ما تمر من هنا راح تمر من خلال هذه البلينز وتوجهها بشكل دقيق ومستوي لل بعض الـ XRD عندهم واحدة ثانية زيادة هنا بعضهم ما عندهم خلاص لما يعدي من هذي ينزل على السامبل ولكن خلينا نقول انه مثلا زي اللي موجود عندنا وعندك واحدة ثانية وهادي برضو راح تأكد لك الناس اللي نازلين من هنا راح ينزلوا بزاوية محددة على السامبل وانا اقول زاوية محددة لان الشغل على الزاوية محددة انت هذا هنا لازم الموج اللي تطلع منه و اللي يطلع منه يطلع بزاوية مدروسة ومحسوبة فعشان كده هم شغالين انه يكون واحد ثنتين ثلاث لانه عارف يضرب في زاوية محددة تمام بعد كده طيب خلوني بدل ما اشرح لك الان اللي هو السامبل حقك خلينا نروح على عارف ها كده طبعا اذا انت نسيت خليني بس اوريك ال اذا نسيت احنا تكلمنا عن هذا وهذه السامبل حقك الان راح نروح على هذا اللي هو شوفينا متفقين احنا ان المو مو هادي طبعا مو الى اللي جاي من هنا هادي الى تم تعاث من السامبل يعني هادي اكسري جديدة مو الى جاي من هنا هادي اكسري جديدة ورايحة من هنا على الديتكتور طيب ليش اقول لك كده علشان اوغاك تشوف معي ان هنا هذا الشكل شوف لانه بما انها اكسري جديدة طالع من السامبل فما راح تطلع معك وهي مضبوطة راح تطلع معك زي كده طالع نفس الحركة رايحة بكل الاتجاهات وبعدين راح هنا يضبط هالسلات هذي بعدين هنا سللر سلات يضبط ها بعدين ايش اللي يصير وهذا اللي انا اقول لك هنا راح يطلع معك الكي الف ون والكي الف تو والكي بيتا احنا ما نقل الكي بيتا احنا نبغى الكي الف ون والكي الف تو الكي بيتا ما نبغى ف في حاجة اسمها البيتا فلتر من اسمها واضح ايش تسوي تعزل البيتا من اشعة بيتا ان هي تمر هذي وظيفتها بس ال الف يمر واحد واثنين يمر البيتا ما تمر هذا الهدف ان احنا البيتا ما تمر فراح يعزل الكي بيتا وراح يمر معك كي الف ون وكي الف تو يروح للديسكتور فانت لما يكون عندك اكس ري لا تتخيل ان فيها كي بيتا يقول لها كي الف ون ولا كي الف تو وبالتالي ما عندك مشكلة تمام علشان لما يطلع معاك الكي بيتا راح يطلع معاك اشياء ثاني وراح يكون صعب ان انت تعرف فالشغل هذا كله من بداية الديتكتور ومن بداية السورس الى الديتكتور ان هم يحاولوا انه يكون عندك طول موجي واحد عارفوا بالتحديد طول موجي ما احنا قلنا ان الـ X-ray من 0.01 ايش الويفلينت اللي نزل اللي نزل 3.1 مثلا او 1.5 اللي هو الكي الفا كي الفا الطول الموجي 1.5 نانو ميتر او انجستر ما عليش ف هذا الطول الموجي يسهلك يسهلك بعدين عملية الحسابات اللي مبنية عليها الـ X-RD لان انت راح تكون عارف ايش الطول الموجي اللي ضرب العين عندك تمام طيب انا او بعد ما فهمت هذه الاشياء او 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 افهم اش اللي يصير للسامبل لما ان X-ray يضرب للسامبل لما X-ray من X-ray Source يصطدم مع السامبل حقي اش اللي يصير فيها الالكترونات عرفنا الالكترونات لما يصطدم مع اي سامبل يطلع الالكترونات هذا تمام وهذا فعلا لما نجي نشرح لك T-M بعدين راح تشوف هذا هو الواقع هذا اللي يصير ولكن احنا ما تكلم عن الالكترونات احنا نتكلم عن X-ray راح اش اللي يصير للسامبل خلونا نبدأ من الاساس انا وعدتكم اليوم ان احنا ما راح راح شي الا لما يكون فعلا واضح راح اوضح لك كل شي بحيث ان انت يكون سهل ان انت تستوعب المعلومة عارف ان انت جاي ما اقول ان انا اعطيك معلومة بوضي 2-3 او اعتبره class او شي محدد تصدق ان انت تستفيد لان انا وانا احضر الموضوع هذا والله استفدت على المستوى الشخصي طيب خلونا نقول ايش status of matter اللي هي حالات المادة solid liquid gas ايش الفرق بينهم ان هو شكل منظم ده الموضوع خلاص هذي ما يحتاج نطول فيه طيب هل كل المعلومة اللي كانت معاك انت عارف ان السلد غير liquid غير 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 المعلومة اللي انا اقول لك الحين ان السلد برضو له انواع شكل المنظم 100% عبارة عن monocrystalline شكل زي ما انت شايف كده امرتب كل ضرة بجنب الضرة الثانية ما في فراغات ما في اي شيء وهذا طبعا تقريبا يكون صعب ان لازم يكون ديفكت يعني ديفكت يعني تكون واحدة رايحة او مثلا مرتبين هذا شوف هذه unit cells اللي موجودة هنا ومرتبين مع بعض تمام بعدين هذا هذه اللاتس اللي موجودة هنا صار لها شفت رايحة كده شوية يمين تمام ولكن استل كلها crystal line راح ما تطلع عندك المرفص ما يطلع يطلع على شكل برود برود يعني وسيع بيك وسيع مرة ما تفهم منه أي شيء ما تعرف أي شيء منه البولي crystal line هذا اللي يخدي عك هذا إذا كان الموجود معك بولي crystal line راح يطلع لك كل أنواع الفيسلز اللي موجودة السبعة كلها موجودة راح تطلع لك لأن الإكسري راح يمكن يضرب ها هنا ويطلع هذا الشكل أنه مثلا في سي سي مثلا خلينا نقول أنه مثلا طلع معك في سي سي وبعدين هنا طلع معك البدي وبعدين هنا طلع معك أنه هو شكل ثاني فهو مشكة البولي crystal line أنه يخديع فهما الناس تبحث أنه يكون عندك crystal line صحيح سليمة عشان تقدر تطلع في XRD تمام بولي crystal line تطلع في XRD ولكن نتايزها ما يعني نتايزها ما هي معتمد بالنسبة لأنا على أقل تمام أما من الأمر فهذا أمر منتهي أنه هذا ما منه فايد الأمر فس مرة ما منه فايد خلونا نرد نشوف إش اللي باقي معنا طي إحنا وصلنا على خلونا نروح أي و روح ال yunit sel قدام شوية نشرح لك هنا نقلت لك ال yunit sel ها مثلا نقلت لك هنا yunit sel و yunit sel و yunit sel yunit 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 sel yunit sel بالعربي أصغر وحدة تبناء موجودة في الكريستال أصغر وحدة بناء موجودة في بناء الكريستال اللي هو زي ما تشايف هذه yunit sel عبارة عن مكعب اللي هو simple cubic تمام الذرات اللي موجودة فيه تسمى latest buoyant تمام latest buoyant ف لو تجي تشوف yunit sel هي ميل حالها هي راح تكون مثلا زي كده تكون على يمين ها واحدة أو على يصار ها واحدة خلف ها واحدة فوق ها واحدة تحتها واحدة فهذه مع بعض جمعهم يسمى latest تمام لما يجمع كلهم مع بعض يسمى latest لما تكون هي الحالة هذه unit sel طيب أنا ليش أشرح لك ال unit sel لأن في حاج اسمها crystal structure هذه هي crystal structure هذه crystal structure اللي معروفة واللي الناس شغالين عليها تمام فعندك الكيوبك في منه symbol وفي منه face centered أكيد هذا مرة عليك يعني وانت تقرأ أكيد مرة عليك حاج يقول FCC يقول لك مثلا الكبر FCC الشي اللي هو face centered cubet اللي هو الوجه هذا شايف فيه في الوسط ذرة زيادة يعني مو بس أربع زي symbol كيوبك هذا لا في معاه واحدة في الوسط زيادة بكل وزه في واحدة وهنا واحدة وهناك واحدة فوق واحدة وتحت واحدة وهنا واحدة فهذا شكل من أشكاء طيب هل هذي تفرق أكيد تفرق تفرق معاك فهي تفرق في أشياء كثيرة بس خلينا الآن نقول لك شوف إيش طيب هذه لأن أنت في الكيوب في كمان متساوية الزاوية هنا الألفة والبيتا والقاما كلها متساوية فأنت الموضوع هذا مضغى لأن هذا الحال هذه قصة ثانية ولكن أنا أقول لك إن ليش هك الواحد اللي قبل شوية وريتك الكيوب في منه أشكال كثيرة في التتراجونال في التتراجونال وفي الكيوب في كل الأشكال هذي اللي أنت شايفة هنا تمام الهكسا وال وال والأشياء هذي اللي موجودة عندك تمام فهذي أشكال الكريستال دسترقشا طيب أنا راح أوريك شيء زياد عليك هذا شايف الكيوب هذا السمبل اللي راح ناخد السمبل اللي هو أقل وأسهل واحد راح نيجي راح أوريك حذي اسمها الميلر اندي السيس هذا الكريستال لاتس بلانس تمام البيلانس عبارة عن هذي أو هذي أو هذي أو في الخلف اللي هو البيلانس تمام واضحة الوجيه يعني تبرو وجه الوجيه هذا والوجيه هذا والوجيه هذا طيب إيش هي الأرقام اللي موجودة هنا 001 إيش هذي 001 100 هذي اسمها هذي اللي هو الميلر اندي سيس عبارة عن إيش انت شايف الـ X هذا لو نفرض مع بعض لو نفرض مع بعض ان هذا عبارة عن خلونا نقول مثلا هنا خلونا نقول ان هذا هو المحور هذا الـ X هذا Y هذا محور Z تمام فاحنا عرفنا هذه المحاول طيب 0 معناته للبلان هذا الوزي هذا لم يقطع أي شي فيه X ما مر من X في شي اللي هو هذا X هنا يسموه infinity يقول مر عن طريق X في infinity عشان كده يحط صف تمام انا افهمها انه اصلا ما مر من X فانت فهمها زي ما تبقى أو infinity ولا ما مر خلقه Y فارضه صف ما مر من Y شوف ما تقاطع مع Y في شي ولا تقاطع مع Z في النقطة هذي اللي موجودة هنا فعشان كده X Y Z Z اعتبر واحد تمام الميلر عند يسموه لها شكل ثاني H Q L تمام H Q L كده تنكتب هذه عبارة عن الميلر عند يسموه X هنا المحور هذا Y Z او انت تسميها H Q L تمام تمام عشان انت بتشوفني نكتبها H Q L ما رح تشوفني اكتبها XYZ رغم اني انا حاول ترسم لك كل شيء موزيد بحيث انت تشوف يعني ان هو المحاور XYZ و H Q علشان ان انت تبقى في بالك نفس الشيء رح تزي تقيس ها هنا لما مثلا تزي هنا وطبق نفس الموضوع وطبق هنا فالموضوع جدا سهل مو صعب ولكن انا ايش اللي او 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 ان عندنا عبارة عن بلانس كل اللي نتسل فيها بلانس هذا بلان وهذا بلان وهذا بلان يهمني اي ويهمني ليش لان انت لما تزي في حاجة اسمها ال تمام اللي هو المسافة من البلان هذا اللي البلان الثاني ما احنا قلنا مع بعض يعني ما تزي واحدة كذا هادي وفوقها 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 رح يكون كلهم معاهم نفس البلان تمام رح فاللي بعدها لو في مثلا كيوبك ثاني رح تكون البلان هنا موجود صح في هذا الشيء وراح يكون 001 فانا اوغى اعرف المسافة من البلان هذا البلان من هنا الهنا فهذا يسمى DHKL D اللي هو المسافة HKL اللي هو عبارة مثلا هنا 001 تمام تمام وراح اشرح حلقة بطريقة ثانية فانت لما تطلع معاك XRD data رح تطلع معاك زي كذا زي كذا زي كذا ولكن مو بس كذا انت رح تعرف ان هذا 001 وهذا 010 مثلا وهذا 200 زي كذا تمام فهي الفايدة ان انت من D بيسي ان هو يقول لك اش البلان اللي موجود معك فانت رح تعرف ان مثلا نانو بارتكل اللي انت شغال كونت اي شي كونت لك هذا الشكل ولا هذا الشكل ولا هنا زي كذا فانت رح تعرف ويهمك هذا الموضوع يهمك في الكتلس يهمك في كل شي تمام فبعد كذا خلاص احنا ما نطول في الموضوع هذا خلينا نجي على الشيء اللي بعد طيب شرحنا هنا وشرحنا هنا خلينا نقول سؤال جدا مهم فعلا انت قول لي ليش ان انت ضيعت وقتك زال استشرح لهذا الاشياء ماز انا اقول لك اللي خلينا نروح على الصورة هنا انا اعتبر يعني سموه الماستر بيس الشيء اللي انت ابداعت فيه مرة سموه الماستر بيس انا هنا احس نفسي ابداعت في كل شي هنا لاني انا راح احشر لك الملخص كامل هنا لو انت بس ركزت في هذي الدقائق هنا اعتبر انه انت فهمت كل شي انا شرحت من اول تمام تمام انا رسامت خطين خط الاول هذا وخط هذا ايش اقصد في الخطوط هذه اقصد فيها هذا هذا مكرر نفسها مرتين مكرر نفسها فوق بعض وعلى الانتشار هذا فهذا الاثنين لو اخذهم اسحبهم يسووا هذي تمام بعدين لو ازيب اثنين زيادة راح يكونوا هنا راح ازيب اثنين زيادة هنا 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 وإحنا قلنا اللاتس عبارة عن تقرار unit cells فالunit cells اللي هنا كررناهم وطلع بهذا الشكل أنا بس راسمهم بهذا الشكل عشان يكون اوضح واسهل من لو ارسم بهذا الشكل اللي راح يكون معقل تمام اهم شيء انت راهم هذا اللي هو الاتمك بلان اللي هو هذا البلان اللي هنا وهذا البلان هو نفس البلان اللي هنا هذي البيوت هنا ايش هي هذه هذي هذي ايش تقصد فيها اقصد فيها اللي شرحناها قبل شوي تمام اخذت على حساب ايش على حساب المحاور اكس والواي والز شرحناها قبل شوي تمام تمام هنا كل شيء صار واضح تمام عندك الموزة تسمينا هنا البيم وان والبيم تو طالعين من جايين من تمام سورس تمام فهم جايين الاتنين وضربين هذه العينة حقتك موجودة هنا وضربوه الذرة اللي موجودة هنا وهذا الثاني ضرب الذرة اللي موجودة هنا بعدين هذا اطلق الاتجاه هذا اطلق الاتجاه لا الى هنا تمام هنا تمام اوقع تشوف معي ان لو تلاحظ ان الزاوية هنا زاوية قائمة تمام لو نشوف هذا نازل كوّم معاي هذه الزاوية القائمة لان الاثنين لازم يكونوا ايش قاع اللقاع قمة القمة قاع اللقاع قمة القمة رح يكونوا مع بعض لو تشوف البيم هذا الاول ضرب العينة في المسافة هذه تمام ولو تنزل تشوف الثاني هنا ما في شيء ولكن بعدها كامل قمة وقاع لقي ايش لقي ذرة وضرب ذرة هذه تمام اصطدم مع الضرة لما ينعكس ينعكس بنفس الزاوية اللي هو جاي فيه شايف امتى هو نازل هنا هذا البلان هذه الزاوية السقوط زاوية هذه سمى ثيتا وينعكس الزاوية ثيتا بالنسبة للبلان او لما نقول بالنسبة للبيم النازل اللي هو انسيدنت بيم لو تتخيل معاي امتداد هذا فلما ينعكس راح ينعكس ب تو ثيتا تو ثيتا بس راح اشرح لك بعدين واغول لك كيف هي تو ثيتا اللي باق تفهم من هذا الرسم هنا طبعا كل شي اقوله بشكل عام بعدين نروح فيه تفصيل فلا تخاف اللي حسيت الموضوع هنا شوية اتحقد لاتخاف بعدها كم سلايدا المربع هذا شايف المربع هذا هذا المربع عبارة عن متلثين قائمة الزاوية هذا مثلث القائمة الزاوية وهذا مثلث قائمة الزاوية تمام المسافة من هنا من البيد السي عبارة عن واحد ويف لات والمسافة من السي لدي عبارة عن واحد ويف لات المسافة من ال E ال C اللي هو الوتر حق المثلث هذا عبارة عن ال E ال C طيب ايش هو ال E ال C اللي هو D اها الحين فهمنا ماذا معنات انه عندما يكون D 001 لانه يفرق معاك انت لما تتكلم عن D 001 تختلف لما يكون عندك مثلا البلان جاي كذا تمام فالمسافة هنا اه مسافة هنا اه مسافة هنا اه مسافة من البلان هذا البلان هذا لازم يكون البيم مضطابقين مع بعض يعني ما ينفع ان البيم و رح نشرحه بعد شوية ان البيم هذا اه يكون مثلا القمة مع القاع ما ينفع لازم ان هما يكونوا ايش مع بعض تمام فخلينا نشوف مثلا هنا لو لو الضرة هذه لو مثلا لو سحبنا البلان هذا كده شوية فوق سحبنا رح تكون رح يتقابل معهم في المكان هذا يمكن فيصير مثلا مو واحد ويفلينت راح يكون مثلا اوبريانت سبع وخمسين او خمس سبعين ما عليش اوبريانت سفنتي فايف وهنا اوبريانت سفنتي فايف ما ينفع لازم اذا توقع يطلع معاك بيك لازم يكونوا ايش تقمة مع قمة وقاع مع قاع يسموها انفيكس هل يعني ان هذه اللي ما توقع معاي فيها بيكس هل انو كان فيها اوتف فيس نعم هذا اللي انا ووصلو لك ان البيم راح ينزل من ال اكس ري سورس وراح يضرب معاك العينة وراح يشوف لما يكون ان فيس راح يطلع معك بيك لما يكون اوتف فيس راح يكون كده ما في بيك لين يواصل لين يلقى مثلا كريستال ثانية فيها فيها ايش الفيس وراح يطلع معاك كده فمثلا هنا اه نزل من هنا ولزل ومسافة هذي كانت الذرة هذي كانت بمسافة تسمح لان الوافلينت هذا يكون متطابق مع الوافلينت هذا راح يطلع معاك بيك طيب الموضوع صار كده معقدة انا ما فهمت عليه خلينا ناخدها حبة حبة ما عليش خلينا ناخدها حبة خلينا نترك هذه نبضي عليها بعدها تعال هنا الآن ايش اللي يصير احنا فهمنا ان الـ X-Ray راح تزي من الـ X-Ray Source تضرب العينة تمام؟ بعدين العينة هي اللي راح تطلب X-Ray جديد بس انا ما فهمت اش هي يعني ايش اللي يصير خلينا نفهمه شوف هذا هو الـ Incident X-Ray اللي هو DI من X-Ray Source ضرب العينة هذي العينة هذي اللي وقلنا كبر خلينا نقول انه هي الكبر نفس الشيء تمام؟ ضرب الإلكترون هذا الإلكترون هذا صار له إيش صار له Excitation بس انه ما ما كانت الطاقة كافية انه يحولها على شكل حرارة وعلى اي شكل من الأشكال الثاني بس صار له Excitation تمام؟ فترة كده وبعدها قال ايش خلاص ما ابغى هذه الطاقة اطلعي يا طاقة فيطلع الطاقة على شكل X-Ray مرة ثانية وهي اللي تروح للديتكتور طيب هذه الـ X-Ray نازلة بطاقة معينة هل هذه الـ X-Ray تطلع بنفس الطاقة؟ نعم تطلع بنفس الطاقة طيب هذه نازلة بويف لنث محدد معين هل هذه تطلع بويف لنث محدد معين؟ تطلع بنفس الويف لنث المحدد المعين طيب هذه نازلة بزاوية وانت قلت لنا قبل شوية هنا ان الزاوية عبارة عن ثيتا نازل بزاوية ثيتا هل يطلع بزاوية ثيتا؟ نعم يطلع بزاوية ثيتا علشان كده الـ X-Ray من اكثر اجهزة سموها Delicate يعني معقدة وفيها حسابات ولازم يعني زهاز مكلف مكلف ليش؟ لأنه بحسابات جدا بسيطة بأقل أقل من الشعرة تمام؟ لان انت لو نزل هذا بزاوية وهذا بزاوية ثانية خلاص يمكن يطلع لك بعنات شيء ثاني مو انه اللي معك وانحنا عارفين ان الزاوية لها دخل لان انت لما قولك الزاوية هنا شوف لما قولك هنا الزاوية مثلا انه نزل بالزاوية هادي والزاوية هنا مثلا مو ثيتا نصف ثيتا راح يختلف معاك ما راح تدري الـ Dispacing هنا كم بس انا ما فهمت افهمها اكثر انا انا جي معاك طبعا العكاس هذا اللي انت تشوفه يسمى Elastic Scattering هذا اللي انا ابغاك من هذا الكلام كله هنا كثير ابغاك تعرف ان لما ينزل X-Ray ويضرب الإلكترون اللي موجود معك والإلكترون ما يصير له اي changing يعني ما يطلع على شكل حرارة يتحول لحرارة او يتحول لأي شكل ثاني ويطلع من الإلكترون على شكل X-Ray جديد هذا اسمه Elastic Scattering لما نزل نشرح ان شاء الله في الإلكترون ميكروسكوب راح نقول لك انه Elastic Scattering عبارة عن انواع كثيرة مو بس X-Ray عبارة عن انواع كثيرة لدرجة ان الـ TM ما عنده ديتكتر واحد عنده ثلاثة فهنا انت عندك X-RD عندك ديتكتر واحد لان انت عارف اللي يطلع هي عبارة عن X-Ray فانا احط لها ديتكتر يقول لي ايش هو وانت هالموضع الأكترون ميكروسكوب زي الـ TM عندك ثلاثة لانه راح يطلع معك Back Scattering ويطلع معك Secondary Electron Scattering وراح يطلع معك X-Ray في يختلف معك ولكن لما نقول لك Elastic Scattering في X-RD انه هو ايش تقول نزل X-Ray سوى Excitation Electron الالكترون بعدين طلع الطاقة هذي على شكل X-Ray مرة ثانية زيته X-Ray اخذها بعدين رزيعها سهل الموضع ما سوى اي شي ثاني تمام تمام طيب الان قبل وانا اشرح قبل شوي قلت لك انه الـ Enface لازم الـ Wave Length لما ينزلوا مع بعض X-Ray بيم لازم يكونوا Enface ليش لازم يكونوا Enface لان لما يكونوا Enface يسموه Constructive Interference راح يصير لهم Amplify وانا يشوفهم هما كيف صغيرين بعدين لما استمعوا مع بعض صاروا اكبر تمام؟ هذا هو اللي مهم فعشان كده هما لما يكون عندك الـ Enface راح يكون لهم Amplify وراح يطلع معك على شكل Peak تمام؟ طيب الـ Intensity تعتمد على اشياء كثيرة وتعتمد اهم شي على الظرة اللي موجودة معك هل حواليه اكترونات قليلة او اكترونات كثيرة فيختلف فالـ Intensity لا تعتمد على بس انه هو الـ X-Ray بيم فقط لا يعتمد على الـ ويعتمد على الـ العنصر اللي انت مستخدمه في المادة حقه تمام؟ فعندك زي الكبر يطلع بيك شارب وواضح لانه الكبر كم عنده اكترونات يعني نتكلم عن D-block طيب الـ Wave length عبارة عن المسافة اللي بين قمة وقمة او قاع وقاع او قمة مثلا من هنا الى هنا قمة وقاع تمام؟ تمام؟ فـ طبعا الـ بيك هنا سمى كرست والـ والقاع يسمى ترف بس ما علينا في المصطلحة قلينا لو نقول انه انت عندك الـ اللي قلنا ما يطلع معاك فيها بيك صح؟ صح؟ كيف ما يطلع معاك بيك فيها؟ تسمى تمام؟ شايف الموجة هنا القمة مع القمة القمة مع القاع والقاع مع قمة وأمورهم لخبطة ما يطلع معاك؟ يطلع معاك كوالبريون واحد القمة تكنسل قاع والقاع يكنسل قمة وفي الاخير ما يطلع معاك شي فعشان كده في الـ في الـ في الـ قبل شوية قلت لك انه ما يطلع فيها بيك تمام؟ طيب خلينا نقول لو عندي كريستل وبرضو ما وعندي نت كريستل يمكن امرفص يمكن بودي كريستل لاني خليني اوغاف ما لايش يدري يصير طبعا هذي نفس اللي قبل شوية شرحنا هذي كريستل وهذي مات كريستل قلنا لك انه يمكن المسافة تختلف بس ما عطيناك مثال الان راح تشوف مثال في الكريستل كل شي واضح كريستل كل شي واضح انت شايف هنا الـ والـ التداخل اللي هو وراح يطلع معاك موجة فراح يطلع معاك بيكس تمام؟ ايضا المسافة اللي قطعها المستgot من النقطة هاذي الى النقطة هاذي هي واحد ومن النقطة هاذي الى النقطة هاذي واحد فالمزموعة مسافة اثنين فالغورف لينث عندك أثنين وال عندك مثلاً شوف انتى الآن شايف انتى المسافة من هنا وهذا هم الشيء المسافة من النقطة هاذي إلى النقطة هذه عبارة عن 1 لمدة المسافة من النقطة هذه إلى النقطة هذه عبارة عن 1 لمدة المجموع 2 لمدة تمام؟ يهمني؟ يهمني لأنه شايفها هنا لازم تكون أعداد صحيحة مو زيبة أعداد صحيحة مو زيبة مو سالبة أنت قررت بالسالب لا لازم يكون اللمدة اللمدة اللي هو الان اللمدة لازم يكون كلها أعداد صحيحة ومو زيبة تمام؟ فما ينفع أنه يطلع بالسالب لأنه أنت مستحيل أن يطلع معك بالسالب أنت ما أنت زيادة استخصار وبرضو مستحيل أن يطلع معك 0.5 ولا تجيب لي 0.75 تمام؟ في مثال خلينا نقول لك هذا خلينا نأخذ هذا كأنه مثال نفس الطول الموجي اللي هنا واللي هنا نفسه وهذا هم الناس دي من السورس سواء الأول ما عندنا فيه أي مشكلة تمام؟ طالع نفس الشيء صار له ورايح للسورس طيب الثاني نزل وحلقي البلان قريب من البلان الأول حقيقي تمام؟ ما عندي مشكلة صار له ضع دين رازع مرة ثانية من هنا تمام؟ صار له لحن البيم طلع من السامبل لما طلع اكتشف إيش أنه هو أووتوففيس مع الثاني يعني مو أووتوففيس يعني تقريبا زي ما تقول أوبوينت سفن تمام؟ لأن انت لو تزي تشوف هنا هذه الويفلنث تنتهي وين؟ مثلا تنتهي هنا في هذا المكان اللي هو واحد ويفلنث تمام؟ هو انتهى هنا تقريبا يعني مو نص أوبوينت ستة مثلا نقول وهنا نفس الشيء أوبوينت ستة فعندك اللي هو أوبوينت سكس لمدة لص أوبوينت سكس لمدة وصار إيش أو 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 وهذا ما ينفعل فعشان كذا هذا ما راح يعطيك بيك راح تلقا كذا فلات ما يطلع معك أي شيء ما يطلع معك بيك بعكس هذا هذا كل ما مره كل ما مر من هنا يعني كل ما يلاقي البلان بهذا طبعا سامبل حقا فما راح تكون كلها كذا تمام؟ راح يكون فيها زي ما قلنا يعني مكان للفيس اللي هو 001 فكل ما يمره يلقى الفيس 001 راح يعرفوا كيف راح يعرفوا اني إذا نزلت بالزاوية الفلانية ثيتة الفلانية تمام؟ أنا كل ما نزلت بالثيتة الفلانية ماذا سالفة؟ ولقيت المسافة هذه بين البلان هذا والبلان هذا أنا راح أعرف أن هذا 001 طيب أنا وغاها بشكل ثاني بشكل أوضح يعني أنا ما فهمت كويس تمام؟ نبدأ ناخذها حبة حبة نحن وصلنا إلى ويفلان والكريستال خلينا نشوف هنا الجهاز مرة ثانية ونفهم إش هذا أفرض معي أن هذا أن أنت واقف قدام XRD معلش وهذا XRD Source وطلعت منه XRD ضربت SAMBLE حقك طلعت من هنا مرة ثانية إلا شععة من السامبل طلع معك XRD راح للدتكتور تمام؟ الزاوية اللي ينزل منها هذه عبارة عن ثيتا الزاوية اللي يرجع بها يسموها 2 ثيتا أنت واقف قدام XRD راح تشوف هذا يتحرك بزاوية وهذا يتحرك بزاوية دبل الزاوية اللي ماشي فيها هذا لأنه هما يطلعوا وينزلوا الاثنين عارف يتحرك كل اثنين طبعا في بعض XRD اللي هو اللي يلف يعني يكون هذا ثابت وهذا زيال يلف ويوزه من هنا بس XRD اللي إحنا شغالين عليه XRD والدتكتور هما يلفوا يطلع ويطلع فهذا مثلا يطلع بزاوية 20 هذا المفرض إيش يطلع بزاوية 40 صح عليك هذه 2 ثيتا بس كيف جاءت 2 ثيتا أنا مفهم يعني هي واضحة هنا لو تزي تشوف ان الزاوية هذه فهو لما تزي تشوف وهذا عندك البلان هنا عندك مثلا خلينا يقول لك نحن قلنا انه هذه هذا عندك زاوية هذه هي نفس الزاوية هذه بالضبط تمام ولكن والزاوية هذه هي برضو نفس الزاوية هذه بالضبط لأن المجموع هذه زاوية كلها قائمة فانت لو تشوف هذه زاوية قائمة ولو نمشي كده برضو هذه زاوية قائمة فعشان كده أنا أقول لك انه عبارة عن مربع تبلي شوي عبارة قائمة من هنا فعشان كده أن الزاوية هذه شابه الزاوية هذه فعشان كده يسموها هذه كاملة تمام طيب تعال هنا خلينا نشوف المربع هذا هو أهم شي ذي يصير أهم شي ذي يصير من ال إلى الس قولنا عبارة عن د اتش كي ار تمام اللي هو هذا اللي موجود بين البلان المسافة من ال ال ب ومن ال ب لل س عبارة عن مثلت هذا هو شايف المثلت هذا لحال وكده طبعا البراغ براغ سلو ايش قال قال إن لمدة ايش إن لمدة هذي شرحناها قبل شوية ان المسافة اللي قطعها من هنا هذي لمدة تمام هذي عبارة عن لمدة وهذي عبارة عن لمدة ثانية مجموحهم إن لمدة لأنه أحيانا يكون يكون واحدة يكون مثلا واحدة كذا بعدين واحدة كذا مثلا فهذي واحد خلاص هذي سهلة واحد اثنين فالمدة يساوي اثنين لمدة طي خلينا نشوف لو لو احنا مثلا فخلاص عرفنا الآن ايش هي الان لمدة الان لمدة صارت معروف تمام الدي صار معروف اللي هو هذا تمام كيف جدت هذه كيف جدت تو ثيتا ما احنا عارفين كيف هي انا راح اعلمك في الرياضيات لما يكون عندك مثلث عنده زاوية قائمة وتوجد زاوية غير معلومة تمام تقول صاين الزاوية نفسها وتاخذ معاك اللي هو المقابل وليس المزاور المقابل فالمقابل عندنا في هذه الحالة البي سي على الوتر اللي هو الدي فهذا قانون موجود في الرياضيات كذا اسم انه لما توزد الزاوية تقول توزد زاوية مثلث قائم تقول ايش تقول صاين الزاوية يساوي المقابل على الوتر فهذا لو تجد ترتب مرة ثانية سيطلع منعك بهذا الشكل البي سي ساوي د صاين الزاوية البي سي هذا الطول هذا يساوي د في صاين الزاوية هذه طيب تعال نفس الشي نطبق على هذا الشي شوف السي د يساوي د صاين الزاوية طيب لو نجي رتب الموضوع من جديد الان لمدة هذه هي البي سي تساوي بي سي والدي سي البي سي عبارة عن د صاين ثا والدي والسي د عبارة عن د صاين ثا فيصير تو د صاين ثا ما عليش فقط سهلا تمام عرفنا الان كيف جت هذا هم شي عندي ان انت تعرف كيف تسوي القانون نفس يعني يقول لك القانون ولكن ما تحفظ انه مثلا في حاجة هنا وقول لك الزهاز مثلا شوف الزهاز مبرمز بس ما حد يقول لك كيف جت الجهاز مبرمز انه هذا ينز اذا اذا تحرك بزاوية 20 هذا يتحرك بزاوية 40 اذا هذا تحرك بزاوية 30 قل معي اذا تحرك بزاوية 30 هذا يتحرك بزاوية 60 هذا يتحرك بزاوية 60 هذا الموضوع مهم جدا وانت رح توقف قدام لك سعردي ورح تشوف فأنا بأصط لك الموضوع من الان وان شاء الله وصولت الفكرة وزيدا سهل كل شي مرتبطة بالPLANTS بالمثالات هذه وهو عبارة عن هذا الPLAN الأول وهذا الPLAN 很 Nome وهذه هنا atom وهذه هنا atom ليست رسمتنا الأولى صح? وهذا الWA Freundient نزل coded聲 واذا هو الW Aaron وهذا الWAffee Bertrand نزل من هنا وصار mesh boom من هنا وهنا نفس الشيء واحد هنا و stump 2005 فتمام بدون ما يعني أخرب ليلتك بهذه الرسمة هتوقع إن شاء الله وسأتلتك خلونا نشوف شباقي معانا في المواضيع الباقية تقريباً هتوقع خلصنا دريفتشف حق البراكسلو تقريباً هذا الأهم شي اللي أنا قلت لك وشبحنا قبل شوية بس إن في حاجة والله يوقع أقولها ركزية يعني إحنا وصلنا وعرفنا أنه هنا أنه 2D sin Theta عرفنا أنه 2D sin Theta هذا هو القانون وعرفنا كل شي عرفنا أنه هنا لمدة وهذه D وعرفنا أنه 2D sin Theta عرفنا 2D sin Theta 2D sin Theta سوف أقول لك شي ثاني يعني ما هو وقت توقف عندي الشي هذا أن أواق طبعاً ما راح تطلق نهائياً الله أعلم من اللي راح يطلق ولكن أواق تعرف كيف أن هذا هو الديتا تطلق معك زي كذا ورح يكون هنا 2 Theta ورح يكون هنا Intensity وإحنا قلنا Intensity تعتمد على طول الموجي الموجود معك وعلى طبيعة العنصر الموجود معك كم عنده الإلكترونات هل هو Hefimethals وإنه هو Hefimethals ولكن أولا أقول لك الدي نفسه كيف يجي نحن عارفين عرفنا كل شي بس ما عرفنا كيف يجي الدي طبعاً لو تذكر هذا الكيوبك وذن رسمناه رسمنا اللي هو الإي هذي اللي هو المسافة هذي ومسافة هذي ومسافة هذي قلنا كلها في الكيوبك متساوية الإي ساوي إي ساوي إي ساوي إي متساوي الأضلاع فصار عندك الدي عبارة عن الاي على زيادة التربيعي لله كي اي وإحنا سيمبل هذا الكيوبك قلنا عبارة عن 001 في حال أنه كان هذا البلان هنا صح؟ فعشان كده وأنا أقول لك البلان المهمة أنها تدخل في الحسابات اللي موجودة هنا تدخل في عملية اللي يطلع منها الدياتا وتطلع أنت عارف أن هذا هو 001 تمام؟ فأنت لو نجي نكمل طبع هنا 001 جاء طريبا 2 أو 1 ثق 2 أو 1 ما علينا المهم فراح تأخذ زيادة 1 ولكن أبغى أقول لك هنا شوف لما نجي الآن هذا القانون مع هذا القانون واح نجمزهم مع بعض فيطلع معاك القانون هذا الجزء هذا ثابت الجزء هذا ثابت ما يتغير ثابت اللمدة لديك لأنه عندك مثلا الكبر الكبر اللمدة لديه نحن عارف لأنه لا لدينا كي بيتا لا لدينا الكي بيتا لدينا الكي ألفا والكي ألفا معروف الطول الموجي لديه تمام؟ فهو فإحنا عارفين وهذا خاص ثابت وهذا ثابت فإش اللي يبقى معاك اللي متغير تمام؟ فاللي يتغير معاك اللي هي الزاوية والميلر انجلسس هذي فعشان كده لما تريد تشوف الرسمة التغير هذا زهاز يقدر يقوله لك فهو يحطه هنا وهذه الـ 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 هي اللي باقي متغير في الموضوع هذا كامل هي اللي باقي متغير عشان كده هو كل ما يلقاها يعطيك 001 بعد ينغير الزاوية مشى كده وصل مثلا هنا 22 وصل لين 30 لقي الزاوية هذي طلع على كينانو 100 تمام؟ اوقت تفهم تعرف هذا هذي مهي من الاشتقاء قانون براد ولكن اوقت تعرف كيف العملية اللي من خلالها يطلع معك XRT اللي هو الدافع لحق XRT عندك القانون الـ عندك الـ وإذا جمعناهم مع بعض هذا fixed هذا دائما fixed والثيتة هي اللي المتحرك والمتغير ولكن هنا هو متغير معلوم لأن احنا نقدر نحسبه بزهاز فالدهاز يحاول يحاول في زوايا لين يلقى الزاوية اللي يصير انفيس ويطلع لك بيك فهو لما يطلع بيك يكون عارف هو ايش هذا بيك حق هذي خلاص لأنه كل شيء في الزهاز معلوم ففي السوفتوير هو عارف كل هذي الأشياء الإشي اللي باقي معه هذي فهيز يحسبها خلاص انتهى الموضوع فيحسب لك هذا ويطلع لك داتا هنا داتا هنا داتا هنا داتا هنا على حسب المادة اللي موجودة معك هنا وصلنا لنهاية هذا الدرس أو هذا الشرح هذا الدرس متحمسة وصلنا لنهاية الموضوع هذا توقع جدا طويل ومعلومات يدام كثيرة وإن شاء الله أنها مفيدة إن شاء الله أنها يفدتك وخاصة إذا أنت إنسان متعود تستخدم الاكسار دي ومعلوماتك يمكن أقوى مني مو يمكن لا كيد أقوى مني فاعدرني إذا ما أضفكك شيء جديد سامحني إذا أنا قلت معلومة خطأ وإذا أنت استفدت من الموضوع هذا شكرا لك ولو تقدر تنشره يكون شاكر ومقدر زي ما قلنا الفايدة من أن تضطيفني على حسابات التواصل الزماني عندي إن إحنا قررنا الموضوع هذا بناء على تصويت اللي صار في تويتر والسناق وقررت أتكلم عن الأكسار دي لأنه فعلا انطلب مني عن خلال السناق إن شاء الله يوم الأيام تشرح لنا الأكسار دي والحمد لله الله جيب اليوم هذا فأتمنى أني أفدتك وألف شكر لك أتوقع الموضوع جدا طويب الله ما أدري لم أخلص أسوي إيده في ما دي كم يطلع ساعة ولكن سامحني والسلام عليكم اشتركوا في القناة